مساء الرضا كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم وصفة جدا لديدة سمك التنور والرز الحضرمي حاجة جدا روعة تقريبا إذا عملتوا هذه الوصفة أو أكلتوها بتكون عندكم إدمان لازم تعملوا ولو أقل مرة مرتين في الأسبوع لأنه شي لديد تنفع تعمل بأي نوع سمك أنتم تحبوه طبعا أنتم دايما تسألوني هده من فين تجيبي السمك أنا ساكنة في الرياض وهذا المحل من زمان نحن نجيب منه هذا بالبطحة سوق السمك والخضار أو السوق اللحم والخضار يسموه في البطحة رقم المحل 25 يعني عنده السمك ما شاء الله هده اللي أخذ منه الثمد اللي عايشين بالرياض شوفوا ما شاء الله هده الثمد ما شاء الله جدا روعة بس أنا أخذت سلمون زوجي قبلي سلمون وقطعته يعني تقطيع اللي يدخل فرن أو تنور قلت له يقطع ليه نفس كده التقطيع أخذنا سلمون وأخذنا كمان الدينس يعني أسماك نهرية أخذنا ما أخذش دلمرة سمك بحري حتى كان موجودة شفتوا موجودة الثمد ما شاء الله كتير حلو بس الحوتة كبيرة علينا نحن ناخده فأني ما أخذتش لأنها كبيرة ما شاء الله السمك ولا غلطة التقطيع ممتاز نفس اللي أشتيه يعني قدر روعة طبعا قلوكم الفرق إيش بين الأسماك النهرية والأسماك البحرية الأسماك النهرية اللي هي بالنهر تكون زي السلمون الدينس أسماك نهرية وكتبوا لي كمان إذا تعرفوا أسماك النهرية ثانية والأسماك البحرية هي زي العربي الديرك الثمد الباغة أنواع كتيرة طبعا إيش الفرق الأسماك البحرية ريحتها تكون قوية حتى بالطبخ الأسماك النهرية ريحتها أخف تكون وهذا ما شاء الله الدينس شوفوا عشان أحفظه ألف كل وحبة كل قطعة بشفاف سوى كان الدقاق اللحم السمك نفس الطريقة السمك يعني أغلفه أكتر عشان ريحته ما تنتشرش في الفريزر عندي هذا لا يطلع ريحة وينحفظ تمام معاكم حتى يقلس شهرين ثلاثة أشهر ما يتغيرش يعني كتير حلو أكيد السمك الطازق ليش زي السمك المفرزن بس كمان حلو خلونا نبدأ الآن وصفتنا كيف عملنا السمك التنور وكمان عملنا الروز الحضرمي هنا عندي روز مزة أنا استخدمت الشعلان أغسله أكتر من المرة بعدين أنقعه بماء وخل أقل حاجة ساعتين إلى ثلاث ساعات أنا خلطه ثلاث ساعات وهنا عندي قطعة من السلمون تبلي ببسباس عدني أو الفلفل العدني ممكن تستخدموا بابريكة حارة رشا أو بابريكة باردة يعني المتوفر معاكم وشوية كركم ممكن بدال الكركم صبغة وهنا أني ضفت كزبرة وضفت كمان كاري حاجة بسيطة تقريبا شفوه الفكرة زي إيش شفتوا متبلوا مندي اللحم أو مندي الدقاق نفس كده من في بوش تتبيل كتير لا ها كده السمك التنور نفس كده وأضيف الملح حسب الرغبة أو حسب حكم قطعة السمك وهنا ضفت شوية ماء عشان يكون الخليط خفيف أني الخليط عندي يعني ثقيل فخففت بشوية ماء خلص الآن ما شاء الله أدهن أبدأ أدهن قطعت السمك شوفوا أدهناء حاجة بسيطة أنتم إذا شايفين ما فيهاش ديك البهارات لا حاجة بسيطة يعني شوفوا كيف كأني بعمل مندي دقاق أو مندي لحمة خلص إدهنوها تمام بس يكون الخفيف يعني نفس كده لأنه ده زادت التتبيلة أو البهارات بطلع لكم مع الشوي طعم زي المحروق لا خلص آخر شي بضيف رشة كزبرة ورشة كاري حاجة بسيطة كده بسيطة يعني جدا خلص والآن تكون جاهزة السمكة الآن بعمل الرز عندي ربع كوب من الزيت وعندي بصل مقطع شرايح تمام استخدمت أحبتين بصل لأني على كوبين الرز أخليه لمن يتشقر يعني مش يحرق أو يتحمر كتير لا يكون دهبي نفس كده اللون بطلع منه كده حق ملعقتين بس والباقي بضيف له صلصة طماطم شوية صلصة معقون طماطم وكمان بسباس عدني ممكن بس تكتفوه بسباس عدني وكده خليه تحمص تمام تمام بعدين أضيف الثوم مهروس وكمان البهارات اللي عبارة عن بهارات مشكلة وكزبرة وكمان هيل مطحون وهيل صحيح وقرنفل بكتب لكم ياه صندوق الوصف وهنا كده خليه تحمص شوية مع البهارات وأضيف الملح كمان حسب الرغبة وماشاء الله شوفوا كيف الدهن لازم يكون الكشنة مدهنة الآن بضيف له نصف كوب من الماء الساخن أو ممكن عصير طماطم اللي تحبوا أنتم بس أني فضلت الماء وآخر شي بحط له عرق فلفل حطوه فلفل زي ما تحبوه وغطي كده عشر دقائق عشان دقيقة يتسبك شوفوا ما شاء الله كيف فصل الزيت تماما عن الكشنة تسبكت تمام شوفوا كيف لازم تحصلوا على هذا هذا السر الزيت شوفوا كيف يطلع الزيت أنا أشتي نفس كده الكشنة تكون كشنة مدهنة عشان تطلع نفس اللي تاكله بالمطاعم وأحلى كمان الآن تعالوا نعمل الرز عندي هنا ماء وبحط له شوية طماطم قرفق ورنفل هيل لومي اللي معاكم وشريح بصل وثوم وخليه يغلي الآن بعمل طبعا معاكم السحاوق أو البسباس عندي طماطم وفلفل وثوم واضف له كمان فلفل حار أحمر وشوية رشة كمون وكمان الملح واضف كده حق ملعقتين خل وشوية ماء عشان ينطحن معايا واضحنوا دي ألد شطاء أو ألد سحاوق يتقدم مع سمك التنور بصراحة ألد حاجة تتقدم لذيذة جدا ممكن تضوفوا ليمون زي ما تحبوه بس هدي أنا طريقتي جدا روعة كمان بكتب لكم المقادر بصندوق الوصف حلوة جدا والآن ما شاء الله غلى الماء تماما بضيف له الملح وكمان بغطيه كده حق خمس دقائق وبرقع الآن بفتح عليه بعد ما خمس دقائق ما ضفت الملح بفتح عليه وبطلع كل اللي حطيته البصل والطماطن كله يعني بصفي الماء تماما صفوه الآن الماء هدا منكه منكه تماما خلاص صفوه الرز وبدأوا حطوه الرز على نار عالية خلاص أنا حطت الرز وخليه على نار عالية وكوني ضوقوا بس استوى بدأ يستوي زي رز الزربيان خلاص طفوه عليه وصفوه من الماء والآن نجي نطبق الرز نجي بقدر كده واسع ونضيف نصف كمية الرز تماما بعد كده نحط الكشنة الكشنة اللي عملناها طبعا شوفوه اني لما ضفت الكشنة حاول اني ابعد منها الزيت فقط اشير الكشنة يعني اصفي الزيت تمام كده اضغط عليها واخد الكشنة لانه الزيت بعدين ما نستخدمه واغلب المطاعم يعملوا نفس هذه الطريقة تمام الآن شوفو الزيت خليته على جنب الآن كمان برش عليه رشة من الهيل ورشة من الكزبرة الحضارة يسمو الكزبرة شبروم تمام والآن اضيف نصف كمية الرز المتبقية كده عدله تمام وبدأ اضيف الزيت اللي طلعته من الكشنة شوفتو خليناه على جنب نضيفه كده من فوق كمان كده خدوه كده غرفاء رز وخدوه كمان كامل الزيت ويحطوه هذا اللي يعطي طعم ويخلي قوام الرز يجب ننزل مطاعم والآن كده نعمل اللون البرتقالي واللون الأحمر ونحط كمان البصل اللي طلعناه كده عروق فلفل حطوه زي ما تحبوا الفلفل تشتو تزود وتشتو قدر استحمل المعدة آخر شي زي ما عودتكم هنا أجيب عندي ورق زبدة أبله بالماء وأعصره وأحطوه كمان على الرز وكمان حطط له قصدير قد زيادة الخير بركة عشان ينكمل تمام غطيته وحطت تحته حديدة وخليته على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة على نار شفو شمعة النار هادئة في هذا الوقت رحت ولعت التنور لصت التنور اللي داخل واللي برع ولعته هنا عندي الشبك اللي يدخل التنور ده حق المطاعم جبت السمكة وحطيته فوق الشبك التنور خليته خمس دقائق يحر بعدين حطيت السمك لازم التنور يكون حامي بعدين خليت الحرارة وسط حق التنور له كثير عالية وله واطية وسط يكون أخذ مني لأن القطعة ما شاء الله سمينة أخذ مني عشرين دقيقة لو هي القطعة صغيرة ياخذ خمستاشر دقيقة وهنا رح تقول يلا زي المطاعم حطيت الفلفل أو البسباس بالكيس زي المطاعم وهنا ما شاء الله بعد عشرين دقيقة الرز ما شاء الله ولا غلطة ريحة وشكل ومضاخ كمان يعني نظافة وريحة وتوفير حاجة جدا الآن أقدر أقول لكم بطاقة إيجابية أنه يا مطاعم التنور اللي بالسمك التنور والرز الحضراني ممكن تقفلوا المحلات لأنه خلاص نحن عرفنا الطريقة وقبناها وأحلى كمان أمزح أمزح أكيد أنتم الله يرزقكم طعم أكلكم أكيد حلو وأكيد تعلمت منكم هنا خلاص ما شاء الله استواء السمك التنور شوفوا بس إيش هذا تغذية بصرية بقد طبعا الزيت هذا من زيت السمك اللي يطلع من السمكة لأن السمكة ما شاء الله سمينة هنا أنا طفيت على التنور وخليته على الحرارة بزماء أحط الرز هنا حطيت الرز في الصحن وبديت كده أعدل الرز تماما ما شاء الله الرز شوفوا بس كيف ولا غلطة ما شاء الله سبارك الله آخر شي طلعت السمكة وبديت أغنيل عروسة ناق ومر نوار ما شاء الله شوفوا بس كيف حلوة ولا مش حلوة كتبولي عقبتكم ولا لا حاجة روعة جدا الآن بحطه كده فوق الرز صحن الرز هكده يتقدم تمام بعدين الآن بزين الطبق بإيش بشرائح الليمون وشرائح من البصل تقدروا تزينوا الطبق زي ما تحبوا أني كده زينتوا نفس المطاعم قلوكم ها الآن أني أشتي كده أضحك عليكم وأقولكم هذا من المطعم بس أني طبعا الشرح باين صح ولا لا كده زينتوا وحطيت كمان الفلفل اللي بالكيس هذا عملنا وآخر شيء ربطت السفرة وحطيته زيهم وقبنا المساعد هذا المساعد القوعان اللي ما يعرفش يساعد بالتصوير يعني يكون خلاص خلاص التصوير عندي الآن يبدأ ينعصد التصوير عندي والله يبدأ خلاص الرجال قوعان وأني أشتصور صورة من اليمين وصورة من اليسار شوية يمين شوية يسار وهو خلاص قوعان يقول لي يلا بسرعة عشان التصوير يلا يلا من أول قبنا يلا بيبسي وشاني أنا حب الشاني والآن قطلو أشوف قلب السمكة وشيل القلد تمام قلب السمكة وشال نص القلد وهرب تمام وراح وشال السمكة منلصق فيها السمك يعني القلد منص وأني بدأت وحار تعرفوا حار مش عارفة أفتح لكم السمك وهنا قلتوا تعال ساعدني خلاص وهنا ما شاء الله شوفوا كيف السمك والله ولا غلطة أشتريكم كلكم تقربوا قلت لكم تقدروا تساووا بأي نوع سمك بأي نوع يعني تقدروا تسمووا دي الأكلة مندي السمك تمام يعني تقدروا تسموها زي كده لأن نفس البهارات ميكونش بها كتير حاجة روعة جدا جدا تقدروا تعملوه سوى بالتنور أو بالفرن طبعا التنور يطلع قوامع وأحمرارة يعني حلو تحميرتي أحمرارة وشوفوا كيف حاجة جدا روعة والله كده تاخدوا قطعة من السمك وتاخدوا كده من البسباس وقطعة كده من البصل وعليها عصرة الليمون عصرة الليمون والله تقولوا بسم الله وتضربوا بالخمس هذه ألد أكلة مستحيل تقربوها متعدوهاش أكتر من أسبوع ويا حظكم يا حظكم يلي البحر عندكم بقد يعني أنواع وشكال الأسماك تكون نحنا مرتنا يعني نكون محتكرين بأنواع الأسماك الموجودة لكن اللي عنده البحر ما شاء الله يعني بقد بالعافية لي ولكم إذا مش مشتركين في القناة اشتركوا بالقناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنس حل منكم بالعافية لي ولكم اشتركوا في القناة